كيف أنقذ الملك فهد طائرة حسني المبارك من تفجير إيراني؟ الرئيس الراحل محمد حسني المبارك كان عامل زي البير اللي ملوش قرار علاقاته السياسية كانت مثيرة جداً للجدل وكانت واحدة من الحكايات المثيرة دي طيارته اللي أنقذها الملك فهد من اشتباكات إيران فيترى إيه اللي حصل؟ الحكاية بتبتدي من عند لواء محمد أبو بكر اللي كان بيعتبر طيار الرؤساء وتحديداً يعني الرئيس محمد حسني المبارك والرئيس السادات وقال لواء أبو بكر أن أول طيارة قضها كانت بتاعة الرئيس محمد أنور السادات وكانت رايحة سكندرية والطيارة كانت هدية من الشيخ زايد ودي ما كانتش مجرد هدية وخلاص ده لما شاف الشيخ زايد أن الطيارة الرئاسية صغيرة قوي كده راح قال للسادات أنا عندي هدية ليك وكانت الهدية أنه ادي له طيارة كبيرة عن الطيارة الرئاسية المصرية واللواء أبو بكر حامد طيار الرؤساء في عهد السادات ومبارك بيقول أنه برضو الرئيس محمد حسني مبارك كان القذافي ادي له هدية كانت عبارة عن طيارة كبيرة وكانت الطيارات دي مجهزة بأحدث الوسائل وده طبعا عشان الأمن وزي ما الطيار الحكايات المضيف الجوي للطيارة الرئاسية المصرية السابق أحمد حلمي كشف تفاصيل مثيرة عن محاولة إيران تفجير طيارة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وإزاي أنقذته السعودية من المخطط ده وقال أن إيران اللي كانت حليفة لينا بقت تحاربنا في لحظة بسبب المناوشات اللي عملتها حرب العرق وكان حلمي شاهد على محاولة احتكاك إيراني في الجو بطائرة الرئاسة المصرية وقال حلمي كنا في رحلة مع حسني مبارك لإحدى الدول في أسيا ولما كنا في الجو فوق الخليج اتقلنا أن فيه عطل فني حصل في الطيارة والوقود تسرب وقتها جت للرئيس مبارك إخبارية من الملك فهد بأن طائرة الرئاسة المصرية كان حيتم استهدافها في الجو وبمجرد ما وصلوا الأرض السعودية أخدتهم الطائرات السعودية في ممرات بعيدة عن الطائرات المدنية لحد ما عبروا المدى الإيراني عشان الطيارة ما تنفجرش فيهم وفي رحلة تانية للبحرين حرجت الطائرات الحربية الإيرانية تحلق جنب طائرة الرئاسة في السماء على سبيل المنوشة فحاول كابتن الطائراء التواصل مع برج المرأبة ويقوله بأن فيه طيارة إيرانية بتحاول تدخل نفس الممر الجوي اللي بيحلقوا فيه وفضل الطيار المصري بيحاول لحد ما قدروا يعبروا بسلام بعيدة عن الطيارات الإيرانية وقال حلمي أن المنوشات الإيرانية ما كانتش السبب الوحيد لكن برضو كان شاهد على اختطاف طيارة مصرية في ملطة في التمانينات وكان حلمي ضمن فريق الطيارة المكلفين بإحضار كابتن الطيارة الناجي من الحادث والشاهد على الواقعة وبيقولوا أنهم لما راحوا يجيبوا الطيارة عشان يشهد خرجوا متنكر ورغم كل ده جات إخبارية أنه هيتم اعتراض الطيارة المصرية اللي فيها طيار الشاهد على الحثة عشان يمنعوا من أنه يقول شاهدته عن الواقعة وبيقول كمان أنهم خرجوا في حماية الأسطول الأمريكي من ملطة في ممار جوي حربي وأنه تم قطع الاتصال بينهم وبين أي محطة منعا لتتبع الطائرة وفضلت الطيارات الأمريكية بتطير لحمايتهم لحد ما وصلوا الضبعة على الساحل الشمالي المصري واستقبلتهم طيارات الميراج المصرية وخدتهم في حمايتها لحد ما وصلوا لمطار القاهرة بسلام حكايتنا خلصة النهاردة استنونا في حكاية جديدة من عين مصر